غارات جديدة لتحالف السعودية والإمارات على قوات الجيش الوطني ذلك ما ابتدت به الأحداث صباح اليوم وما بدأ أنه تغير جديد فيما انتهت إليه الأحداث مساء الأمس التغير هنا يذهب إلى طبيعة التحالف وما يروج له عن اختلاف بين السعودية والإمارات لكن تطور الأحداث ربما يضحض فرضية الاختلاف وقد يشي بنوع من التنسيق أو الرضا السعودي بما تفعله الإمارات حتى ينفى هذا القول بموقف واضح وما فعلته الإمارات هنا حسب الاتهام الرسمي لوزارتي الخارجية والدفاع اليمني أنها استهدفت تعزيزات للقوات الحكومية في مدخل العاصمة المؤقتة وعلى طول الخط الرابط بين محافظتي عدن وأبيان بالإضافة إلى استهداف قوات كانت في زنجبار أبيان وأسفر ذلك القصف عن مقتل قرابة أربعين فردا من قوات الجيش بالإضافة إلى قتل وجرح من المدنيين الخارجية حملت دولة الإمارات كاملة المسؤولية عن هذا الاستهداف السافري والخارج عن القانون والأعراف الدولية مؤكدة الاحتفاظ بحقها القانون لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في إيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير ترجمة نانسي قنقر